أنا شخص مش مصاب بالكورونا لكن عم أظهر من البيت وشوف ناس انتقلت إلي العدوى لكن ما حسيت أني مريض أنا بدوري نقلت العدوى لثلاث أشخاص شخصين مثلي ما حسوا بعوارض وفي شخص متقدم بالعمر تأثر صحياً ووضعه خطر وبحاجة لمستشفى الشخصين الباقيين يلي ما عندن عوارض كملوا حياتن الطبيعية وعديوا ست أشخاص تانيين وهيك صارت السلسلة تكبر وعشرين بالمية من يلي وصلت لن العدوى بحاجة لمستشفيات بعد فترة قليلة من الوقت صارت أعداد يلي بحاجة لمستشفى أكبر من قدرة المستشفيات على الاستيعاب هيك صار يكبر عدد الوفيات ولما تفول المستشفيات رح يموتوا ناس كان ممكن إنقاذهم هيك صار بإيطاليا وكوريا جنوبية وإيران لما عدد المصابين أفز بجمعتين من مية لأكتر من خمس تلاف هيدي الكيرثي كان فيني أنا أتفاديها لو إنه من الأول ما ظهرت من بيتي ولو إنه الأشخاص يلي عديتهم التزموا بالبيت إذن كل شخص فينا لازم يتصرف على قاعدة إنه هو مصاب هيك فقط تتفادي تلقى الفيروس أو تعدي حدا وهيدي أهمية التباعد الاجتماعي إذا التزمنا بها القاعدة الفيروس مش رح يختفي فورا صحيح بس تدريجيا رح يتراجع كتير والحالات يلي بحاجة لمستشفى رح تلاقي محل وعدد الوفيات رح يتراجع كتير كرميل هيك تحمل القاعدة بالبيت ولو طالت شوي زيادة النتيجة بتستحق صحتك من صحة الناس وصحة الناس من صحتك كرميل هيك خليك بالبيت اشتركوا في القناة